تربط مملكة البحرين علاقات أخوة وصداقة مع العديد من الدول والشعوب في شتى بقاع الأرض وتسعى المملكة بحنكة جلالة الملك المفدة في تعزيز هذه العلاقات والحفاظ عليها من خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات الثنائية علاقات أخوة وصداقة راسخة ووطيدة جمعت مملكة البحرين بالأشقاء والأصدقاء سواء خليجيا أو عربيا وحتى على مستوى العالم ما يبرهن حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز هذه العلاقات بكافة أشكالها وصورها العلاقات البحرينية مع العالم أجمع أساسها الاحترام المتبادل والحرص على تعزيزها من خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات الثنائية وهذا ما يثبت للعالم مدى حرص القيادة في مملكة البحرين على إقامة علاقات متميزة مع الدول والشعوب كافة وتعد مملكة البحرين أنموذجا للعلاقات الدولية المتميزة التي تأتي تأكيدا على ما حمله المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه كمحفز جديد لعلاقات أوثق وما تل ذلك من خطوات انفتاحية أنجزتها المملكة في الجوانب كافة لتحقق نقلة نوعية على مستوى العلاقات مع دول العالم دور مشهود تبذله مملكة البحرين على صعيد تعزيز التعاون مما مهد الطريق لعلاقات اقتصادية وسياسية وتجارية أوسع سواء على مستوى ثنائي أو جماعي وتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون في المجالات كافة فعلى سبيل المثال للحصر لطالما استضافت مملكة البحرين ولا زالت العديد من الاجتماعات والفعاليات الخليجية والعربية والدولية سعيا منها لتوسيع دائرة التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي جهود بارزة وحنكة قيادية جعلت المملكة في مقدمة الدول لتصل الى ما وصلت اليه اليوم من علاقات مميزة وراسخة مع الدول كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر